باعي من بغداد المستشار دياء الوكيل الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا سيد دياء مع كل تقدم للقوات العراقية اليوم نتحدث عن تقدم نحو قلب الموصل القديمة كيف هو وضع هذه الجماعة على الأرض؟ يتغير يوما بعد يوم أداؤها معنويات وأفرادها؟ شكرا مساء الخير شكرا لكم على الاستضافة لانهيار وسقوط وزوال تنظيم داعش هناك علامات ومن هذه العلامات أيديولوجية التنظيم الميتة والمتحللة وجسد متناثر مثل الهشيم المحتضر هناك هجرة وفرار فرار بظاهرة الهجرة المعاكسة مما يسمى بأرض الخلافة خزينة خاوية ومفلسة وهزائم وانكسارات في الميدان وآخرها هو ما يجري الآن عندما تبقى من المدينة القديمة في الساحل الأيمن لمدينة الموصل مجاميع يعني من الإرهابيين المتشددين المتطرفين يعني عدو مؤدلج يائس عنيف محاصر فقد كل سبل الفرار والنجاة وبقي أمام حتمية واحدة في أرض المعركة وهي يعني الموت في كل الأحوال هو موضوع وقت يعني فهو شيء الذي بقي نعم هو إن استسلم نعم طب اسمح لي نعم إن استسلم نعم نعم بهذه الفترة نعم نتحدث اليوم عن فترة وقت فقط وانهيار لداعش ولكن هل من مفاجآت نتوقعها أم لا القوات العراقية واضحة وتأمل يعني بإعلان الانتصار في خلال عطلة عيد الفطر وارد هذا من خلال الوضع على الأرض لا يعني فلسفة العلم العسكري وفن الحرب لا تنصح ولا توصي القادة العسكريين وهذا ينطبق وينسح على القادة السياسيين بتحديد مواعيد لنهاية المعارك لأنها هذه تخضع إلى ظروف متحولة ومتغيرة واحتمال يعني وجود مفاجآت في أرض المعركة ولذلك لا ينصح بذلك يترك الأمر ولكن هنا أيضا الأمر لا يترك مفتوح لأنه هنا الزمن يصبح جنرال شديد الخطورة يرفع بفاتورة الكلفة باتجاه التصاعدي إلى أن تحسم المعركة ولذلك يجب أن تحسم المعركة يعني بأقل ما يمكن من الزمن ومن الكلفة ومن الخسائر خاصة نحن أمام تحدي كبير وجسيم في داخل المدينة القديمة وهم المدنيون والذين تبقوا تنظيم داعش الآن في داخل المدينة القديمة هو قرر خوض معركة الانتحار الجماعي ليس الانتحار بنفسه فقط إنما الانتحار بالبشر والحجر وعلى القوات المسلحة أن تقبل هذا التحدي وأن تفشل نوايا العدو وهذا ما يفشر لنا إقاع المعركة بين المدنيين وقلت حضرتك تطرقت إلى هذا الموضوع بأنه من أبرز أولوياتها فتح ممرات آمنة هل من جديد فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ لا يعني الآن هذا الموضوع الممرات الآمنة أصبح الآن صعب جدا لأنه الآن المعارك محتدمة وهناك جيوب من القناصة تنتشر ما بين الأزقة هي غابة من الإسمنت والتحدي كبير وجسيم ولكن القوات المسلحة تحاول وتستثمر أي فرصة ممكنة لإنقاذ المدنيين في أي مكان تصل إليها رغم الأخطار المحدقة بأمن الوحدات المقاتلة والمكلفة باقتحام المدينة القديمة أنا أشكرك جزيلا من بغداد المستشار دياء الوكيل خبير في الجماعات المتشددة شكرا دائما على وجودك معنا